دكتورنا العشر الأواخر لها مكانة عظيمة والفجر وليال عشر فلما لهذه العشر الأواخر هذه المكانة الكبيرة؟ ألا بدي أذكر شيء جديد بارك الله بكم ونفع بكم وجعل هذه القناة أسلوبا من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله في عندي أعمال أفعالها طوال العام لا تزيد ولا تنقص أما في عنا مواسم دينية يعني مثلا بعض أيام رجب فرضا أيام رمضان هذا موسم ديني في قفزة في تطور جديد في نقل نوعية هذه المواسم الدينية يجب أن نرعاها يعني الله عز وجل دعاك بهذا الشهر إلى قيام الليل كل يوم فيجب أن تألف قيام الليل بعد رمضان دعاك إلى صلاة الفجر في المسجد من صلى الفجر في جماعة دعاك إلى ترك المعاصي والآسام لكن دعاك برمضان لترك المباحات فلا أن تدعى المعاصي والآسام من باب أولى منعك أن تشرب كأسماء منعك أن تأكل الطعام في نهار رمضان فبعد رمضان ينبغي أن تمتنع عن كل معصية وأسم أنا الذي أراه ولله المنة والفضل قفزة نوعية دورة تدريبية مكسفة كل السواب فيها أن تستمر لا أن تنقطئ يعني في بيت شعر سيء جداً رمضان ولهاتها يا ساقي نعم مشتاقة تسعى إلى مشتاقي هذا الوضع الذي لا نتقدم فيه بحياتنا عباداتنا ستصير فلوكلور مواسم اجتماعية وله كان الحقيقة مرة ببعض الأسر رمضان ولائم فقط كل يوم وليم ببيت وسهر على المسلسلات إلى الفجر هذا رمضان والله ما فيه شيء من رمضان ما فيه شيء من رمضان ثلاث وجبات أغلقناها في النهار ففعلناها في الليل والسهر والكلام غير المنضبط وغيبة وناميمة بعدين متابعة أفلام شو الأفلام والله في هيك ملاحظة بتمنى الأخوة الكرام المستنعين انتبهوا له خطورة الفيلم انت إلك خطوط دفاع وأنا كل واحد الخمر عنده مستحيل مثلا هالمعاصي مستحيل انت مع خطوط دفاع أحيانا القصة أو القصة الممثلة تخترق خطوط دفاعك بتفرجيك مثلا واحد رجل دين ببلدة يعني فقير ولاده بالطرقات مثلا زوجته عند الجيران صحته غير معتنى بها إطلاقا بالفرجيك واحد بعيد عن الدين بعد الأرض عن السماء لقد تستقبط زوجته ضيوف رجال في غيبته وهذا في انضباط في رشاقة في أناقة في بيت فخم شو سوى هذا الفيلم فرجاك الإنسان الدين إنسان كتير أفقه ضيق فلا تتمنى أن تشابه يا لطيف أقسم لك بالله لعل نفور الشباب من التديون والفتيات من التديون بسبب هذه الأفلام هذه الأفلام عم تزرع قيم منغضة للدين قيم منغضة للدين موظف مستقيم بيته ما عنده شيء لأنه مستقيم اللي بيأباض رشاوة بيته فخم جدا ماذا فعلت بك هذه الأفلام؟ نقضت قيمك الدينية هيك جزاء المستقيم عند الله استقيموا ولن تعصوا الخيرات والله في أفلام تناقض الدين تماما تطرح فكر مناقضة الدين فأنت ما بتسعلي حالك إلا كرهان الدين مو أنت المشاهد إلا كرهان الدين كرهان شيء اسمه دين قرآن سنة ما بده دون إرادة دون أن يشعر بعقله الباطن الكرهان انتقلت لعقله الباطن فأنت بدك نماذج إسلامية صحيحة إنسان متوازن إنسان وسطي بيته بيته جيد علاقته مع أهله جيدة جدا مع الله جيدة مع أولاده جيدة مع زوجته جيدة مع جيرانه جيدة إنسان متفتح حضاري متعلم فدائما النموذج السيء يلح عليه في هذه الأفلام دكتور نحن الآن على عتبات ليلة الرابع والعشرين من ليالي رمضان ماذا تنصح مستمعين الكرام أن يغتنموا من عبادات لإدراك أجور هذه الليالي المباركة والله يعني هو التلاوة القرآن شيء مهم جدا في رمضان نعم لكن إلي أنا ملاحظة يعني أنت تقرأ القرآن هل تظن أن قراءته فقط هي العبادة؟ أنا لي رأي أي آخر جيب مثل أن واحد يعاني من مرض صعب كثير وذهب إلى الطبيب والطبيب مختص بهذا المرض والأدوية ناجحة جدا وتقريبا حاسمة في إزالة هذا المرض فجاء بهذه الوصفة الطبية قرأة ولغته قوية قرأة بشكل جيد بعدين لفت نظره الحروف خط رائع والحبر تركازة هذا نوع نادر لون لفت نظره بأشياء كثيرة به الوصفة بس الدوة ما اشتره ولا استعمله لا قيمة لكل هذه النشاطات الجانبية فنحن عندنا نشاطات جانبية جدا برمضان ولائم مثلا سهرات الحديث بالسهرة عن ماذا في ذكر لأ الله في عودة إلى الله في توبة نصوح عجبت لمن أدرك رمضان فلم يغفر له إن لم يغفر له فماذا فأنا بتألم أنا مشديد لما العبادات الرائعة الكبيرة في حياتنا فرصة أن تقفز قفز نوعية مع الله فرصة أن تعود إلى الفطرة السليمة فرصة إلى أن تصبح على وشق قريب من الله عز وجل تفرغ بالمضمونة ببعض الأعمال الفنية إكراما لشهر رمضان والمسلسل يضرب أوامر الدين يناقض مبادئ الدين هذه المشكلة فهو الحقيقة الإعلام الآن خطير جدا لا بد من ضبط الإنسان مع الإعلام وأنا أقول أي أب إن لم يضبط هذه الأجهزة التي في بيته لن يستطيع تربية أولاده إن لم يضبط هذه الأجهزة نعم ومو صعب ضبطه ممكن تكون الشاشات على فضائيات ملتزمة ما في عنده شيء خلاف الشرع أطلاقا نعم الله يفتح لكم يا دكتور إضافة لقراءة القرآن الكريم ماذا تنصحنا في هذه الليالي المباركة دكتور من عبادات تغتروا فيها الأذكار نعم أذكار الصباح نعتني بها القرآن الكريم نعتني به لكن يتمنى أن تكون هناك قراءة تاني للقرآن إن صح التعذير قراءة تعبدية يعني كل يوم جزء وقراءة تدبرية تدبرية ما بهم الكمية أطلاقا لو آيتين في النهار الإنسان طبقهما تماما قفز قفز عند الله فنجعل القرآن قراءة تعبدية وقراءة تدبرية مثلا تدبرية في 250 تقريبا يا أيها الذين آمنوا افعلوا كذا أين أنت من هذه الآيات هل أنت مطبق لها يعني في نقطة دقيقة في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته ماذا تعني؟ قال بعض العلماء يقرأه قراءة صحيحة وفق قواعد اللغة العربية في معنى آخر أن يقرأه إن أمكن مجودا إن أمكن مجودا وفق قواعد علم التجويد الإدغامات الإقلاب الأظهار المدود مثلا نعم ثم أن يفهمه فإذا فهمه طبقه فما آمن بالقرآن من استحل محارمه فالإنسان حينما لا يطبق أحكام القرآن لا يعد مؤمنا به إطلاقا نعم كهذه الوصفة إذا ما اشترى الدواء واستخدموا لا يشفى مرضه أي نشاط مع الوصفة باكتشاف نوع الخط باكتشاف الحبر نوع الوراق مثلاً أي نشاط لدراسة هذه الوصفة بعيداً عن شراء الدواء وتناوله لا يقدم لا يؤخر أحياناً أنا بسميها حقائق مرة هي أفضل ألف مرة من الوهم المريح وأنا بقول كلمة دقيقة أي داعية بيقدر يتملق الناس يتملقهم بعواطفهم يعني بدل أن يصعدوا إليه بمستوى التدين يهبطوا إليه نعم فالهبوط إليهم سهل جداً بيحقق جمهور كبير جداً إذا هبط إليهم وخفف الضغط على أحكام الدين الدقيقة المتعلقة بمصير الإنسان فإذا هبط إليهم انتهى الدين ولذلك مرة بحثت موضوع أن الرذيلة هل تصور في الأدب دعك من الدين كاتب مسرحي كاتب قصة شاعر هل يمكن أن تصور الرذيلة فالجواب نعم ولا يمكن أن تصور على نحو تشمئز منها فإذا صورت على نحو تعجب بها دمر مجتمع بأكمله كما ذكرت قبل قليل بس صور الإنسان الفاسق المتفلد من الدين بيت رائع أناقة رشاقة حيوية وسامة علاقاته كلها متميزة بتفرجي رجل الدين إنسان متخلف عقلياً بيته فوضى زوجته عند الجيران ولاده بالطريقة أنت ما حكيت بالدين كلمة قدمت صورتين متناقضتين فأي إنسان شاهد الفيلم دون أن يشعر هذا الفيلم خرق خطوط دفاعه الأساسية تحذر كثيراً دكتور من موضوع المسلسلات الرمضانية والأفلام ويبدو أنها تنتشر كثيراً في شهور رمضان نعم أنا مبنية على فكر مناقض للدين نعم بس ما بيجي لعندك مباشرة ما بتبلو مواشرة بيجي تسللاً رغم أنها مؤسسات عربية ما تنتجها وتبفها يصل إليك تسللاً من وراء خطوط دفاعك فإذن لابد أيضاً دكتور من البديل القوي نعم حتى يعني من أراد أن يتابع ويتابع أن يكون لديه بديل مشوق منضبط بتعليم الشريعة الإسلامية نعم وأنا أقول كلمة والله شوي دقيقة في عنا بلاء كبير هو الشاشة ما لم تضبط كثير صعب أن ينشأ أولاده كما تتمنى ما لم تضبط ضبطه مو صعب أيضاً الله المستعاني الله أبارك فيكم يا دكتور نسأل الفضلاتكم ومسلمعي الكرام أن نقف مع فاصل قصير ونعود معاً بعد ذلك لنكمل حلقتنا مع الدكتور محمد راتب النبيسي وحارفة فيها عن رمضان وعن العشر الأواخر فابقوا بالقرب من جديد حياكم الله أيها الإخوة والأخوات معنا على الهواء عبر أثير ذاعتكم حياة فهم شاركونا مستمعي الكرام مباشرة باتصالاتكم على صفر ستة خمسمية وستاش أربعين عشرين وصفر ستة خمسمية وستاش خمسين عشرين وأيضاً صفر ستة خمسمية وستاش عشرين ستين فأهلاً ومرحباً بكم معنا مع فضلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النبيسي وحديثنا عن العشر الأواخر شيخنا الفاضل هل أنا أتحدث عن ليلة القدر بداية عن موعدها؟ هل هي متنقلة؟ هل هي ثابتة؟ اللهي بس بديئ لك كلمة دقيقة من قوله تعالى وما قدر الله حق قدره فالإنسان إذا قدر الله حق قدره وصل إليه واستقام على أمره وسعد في الدنيا والآخرة إذا قدره حق قدره أطاعه الإنسان دائماً يطيع من؟ يطيع القوي يطيع الغني يطيع الحكيم العليم فالطاعة أصل هذا الدين هذه الطاعة تحتاج إلى معرفة بالله ومنهجنا كله أغفلت لجانب العقد المتعلق بالله وذهبت إلى الأحكام الفقهية فأنا حينما أتعرف إلى الله إن عرفت الله ثم عرفت أمره تفنيت في طاعة هذا الأمر فإذا ما في معرفة بالله في عنا مشكلة كبيرة فأنا أرى أنه لابد من تخصيص فترة كبيرة ببرامجنا للتعريف بالله أنا أراها أصل الدين معرفة الله والله له آيات كونية وتكوينية وقرآني كونية تفكر التكوينية نظر وتأمل والقرآني فهم وتدبر فإذا أردت أن أعرف الله عز وجل من خلال آياته هذه القنوات السالكة لمعرفة الله الله يفتح لكم يا دكتور دكتور ماذا عن ليلة القدر دكتور هل هي ثابتة في تاريخ المحدد؟ إذن هي ليلة القدر في العشر الأواخر نعم وفي رأي المفردة يعني 21 23 25 27 العلماء يعني اختاروا 27 قضية يعني اختيار علماء نعم أما هو العشر الأواخر هو أفضل أيام رمضان طب لمن أراد أن يتيقن من العبادة فيها إذن يغتنم كل العشر الأواخر ممكن وتخصيصا ليالي مترية منها دكتور نعم ماذا يمكن لنا أن نفعل في هذه العشر الأواخر دكتور؟ أو عفا في ليلة قدر تحديدا قيام الليل قيام الليل صلاة التهجد في عنا صلاة الترويح هي القيام وفيه التهجد نعم التهجد في عشر الأواخر بعد منتصف الليل تكون هذه الصلاة نعم فالصلاة نوع والقرآن نوع والمبالغة بالاستقامة المبالغة دائما المستقامة إلى مستوى مثل التقريب لو فرضنا في موخه فتحته هو هكذا هذا ما بيمرئ برداني بيمرئ جوزي بس فكلما ضاقت الفتحة تمنع أشياء كثيرة فالاستقامة الدقيقة الدقيقة الدوائر ضيقة جدا نعم فكلما الدوائر كبرت صافي تفلت نعم فإذا العشر أواخر الانضباط تام يعني لا في مزحة ما بترضي الله لا في نظر فوقيه إن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في شهنم سبعين خريفا يعني مثلا تقول الضعاف أخلاقيون هيقوم بله أو الأخلاقي ضعيف ما أنا ربط الأخلاق بالضعف والقوة ما عد قيمة بذاته قيمة تابعة لقيمة ثانية نعم الله يفتح عليكم يا دكتور مرة ثانية بنوهنا مستمعين اللي حابين يشاركونا بحوارنا وبحديثنا مع الدكتور محمد راتب النبلسي على الهواء مباشرة نشاركونا الآن باتصالاتكم على هواتف حياتف 065164020 وأيضا 065165020 و 065162060 في حديثنا عن العشر الأواخري من رمضان دكتورنا الكريم أيضا بعض الأشخاص قد يكون ارتباط عمله أو أم موجودة في البيت من الصعوب أنه يغادر أنه يعتكف في المساجد ويشارك جموع المسلمين صلاتهم جماعة هناك هل له في بيته هل له إذا كان مناوب في عمله أن يتعبد أسف في غرفته يعني هو العبرة أنه أن يخلو الإنسان مع الله من غرف البيت يخلو دكتور يعني ما يكون فيه تشويش خارجي لا فيه أخبار ولا فيه صديق طرق الباب ولا فيه واحد تكلفك بشيء أنت الآن اعتكفت يعني انسحبت من الحياة العامة انسحاب بس كان غرفة ببيتك أو زاوية بالجامع لو لم يستطع أن يخلو دكتور مثلا أم لديها أطفالها لا تستطيع أن تغلق الباب عنهم هذه معذورة سيدي تصلي وهي بين أطفالها وتقرأ القرآن قد يخلو القلب وإن كان بين الناس مما دون الله سبحانه وتعالى سيدي الله يعلم حينما يعلم عذر هذا الإنسان يتجلى عليه كما لو كان معتكفا جميل أذكر مرة أنه إنسان دخل المسجد النبوي رأى صحابي معتكفون رأى صحابي معتكفين فواحد سأله ألك حاجة قال له علي دين ما أطيق سداده وصاحب الدين يطالبني ويلاحقني قال له أتحب أن أكلمه لك قال له أتمنى والله فخرج هذا الصحابي ابن عباس من معتكفه واحد قال له يا ابن عباس أنسيت أنك معتكف قال لا والله ما نسيت ولكن النبي لكن صاحب هذا القبر ودمعت عيناه يقول لأن أمشي في حاجة أخي مسلم خير لي من اعتكافي عشرين عاما شو هذا أن تخرج من اعتكافك في حاجة أخي المسلم هذا قمة التدين لأن أمشي في حاجة أخي المؤمن خير لي من اعتكافي عشرين عاما فلذلك موضوع الاعتكاف ما في شيء بطالبك ما في عمل صالح متاح لك ما في مهمة يجب أن تقوم بها ما عندك شيء اعتكف أما الآن في عمل صالح لذلك هناك نبيان نبي آثر العمل الصالح على على علاقته بالله سيدنا سليمان وداهود آثر الاعتكاف على خدمة الخلق يا داوود إنا جعلناك في الأرض خليفة فحكم بين الناس ولا تتبع إلى هو أنه هو علاقته بالله إلى هو تبعه فأنت بدأت وازن أنا شو بقول لو أنه شيخ أخذ إخوته إلى نزهة لو أنه الشيخ كي اعتذر إخوانه وتوجه إلى الله هذا خطأ كبير ذهبت معهم كي يأنسوا بك ويسمعوا منك لذلك رد نصت نعم أنا أعتك من قلة المرؤة الوقار في البستان من قلة المرؤة أخذت أخوانك نزهة هيك يحبوا يمرحوا يلعبوا يجب أن تكون معهم أن تسمح لهم بذلك فالوقار والهيمنة والكهنوت في البستان من قلة المرؤة الله يفتح لكم يا دكتور يشاركنا مستمعين الكرام باتصالاتهم في حديثنا لحلقة اليوم وأبدأ معك يا أخت إيمان تفضلي إيمان أنت معنا على الهواء تفضلي طيب محمد تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك السلام نديم الله يكرم أكبرك فيك يا رب إن شاء الله يستمع عليك يا دكتور محمد الله يكرم أهلا وسهلا الشيخ بالله إذا سمعت بالعشر أواخر يعني يجتهد الرجال وبدأ يعني اجتهاد النساء وما لهن من الأجر يعني نحن نعلم أن للرجل بالجن يعني زوجات وحور وكذا فما للنساء من هذا والسؤال الثاني إذا سمعت لي يعني لو هيك تعرفنا البدعة في هذه الأيام أي واحد يعني بيحكي كلمة صلاة عن نبي لا إله إلا الله بين الصلوات بين كذا بيطلعونا ناس ويقولونا بدعة وجزاك الله خير دكتور والله يكرمك يا أخي محمد شكرا لسؤالين المهمات أمجد تفضل أمجد تفضل طيب يبدو أنه راح حتى يكون معنا اتصال جديد معنا أسئلة أخونا محمد مرة تانية دكتور محمد طرح نقطة أولى إذا كان للرجال نعيم في الجنة والحرعين كما ذكر ما للنساء من نعيم هو الإنسان بالآخر شخص بيصير نعم هذا الشخص له ما يسعده أدق التفصيلات شخص شخص طلب العلم فريضة على كل مسلم قالوا على كل شخص مسلم وشخص يشمل الذكور نعم نعم فهذه المرأة إنسان بالأساس إنسان نعم فلحكمة بالغة بالغة جاءت امرأة لأنه أفضل شيء ما اختاره الله لك أنا أقول أنت مخير قولا واحدا وإذا ألغي الاختيار في الدين ألغي الدين إلا أنك مسير في كونك ذكرا أو أنسا صحيح ليس باختيارك مسير في أمك وأبيك يتاني إذن لهن نعيم عظيم أبدا أبدا أنت مسير أيضا في من حولك فلابد ما يكون فيه شيء مهيئ لهم ما بيقلع عن رجال أبدا سؤال الثاني دكتور عن البدعة هل كل ما لم يكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام فهو بدعة السيارة بدعة الآن البدعة في الدين فقط ما المقصود في البدعة دكتور؟ البدعة في الدين أن تحدث في الدين ما ليس منه ما ليس منه منه طيب وما هو التجديد في الدين أن تنزع عن الدين كل ما ليس منه مما علق به نعم الآن علق بديننا مليون شبهة ومليون بدعة وين التجديد في الدين؟ الدين لا يجدد الدين يعني كامل كمال مطلق من قبل الله عز وجل فإذا أضفت عليه اتهمته بالنقص إن حذفت منه اتهمته بالزيادة أين التجديد أن تنزع عن الدين كل ما علق به مما ليس منه نبع صافي مئة بالمئة كالألماس الماء إجاء رافد سيئ مياه سوداء رافد ثاني رافد ثالث المياه بالأخير سوداء صارت ما هو التجديد أن توقف هذه الروافد كله ليبقى الماء صافيا طيب دكتور مثلا بين ركعات الترويح قد يخرج الإمام ويقول صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتم الصلاة ما في مشكلة أنا لست من من يصلون لهذه المستويات لم يحدث شيء جديد والصلاة واردة والصلاة على النبي واردة بارك الله فيك يا دكتور أم هاشم تفضل باتصال جديد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أهلا بس تعليقنا بالنسبة للبدعة والله أعلم أنه قراءة قل هو الله أحد ثلاث مرات بين كل أربع ركعات فما تعرف إذا الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن شو صار خلينا خلينا شوي واقعين متوسطين معتدلين ما بدنا نحن لأشياء صغيرة جدا مثلا واحد معه الدكتورة وفيه بجيبته ألم أنه ربطنا وجود ألم بجيبته مع الدكتورة فليمو حاطة ألمه معه الدكتورة شيء مضحك شيء مضحك لا يلزم الناس بقراءتها ولا يمنعه الله قال فقرأوا ما تيسر من القرآن تمام أما فينا ماسكين الوضع بشكل غير معقول إطلاقا السؤال عندما يطل الإمام في صلاة تهجد في الركوع والسجود يعني يشق على المصلين بعض الأحيان يعني في القيام ما في مشكلة في الركوع والسجود فهل هذا ينفر أو لا؟ كان عليه الصلاة والسلام دقيقي إختي أخف الناس صلاة في تمام أخف الناس صلاة في تمام يعني الركوع يأخذ حقه والسجود والتلاوة نعم فالإنسان لو صلى وحده كي يقرأ إلى بقرة وآله عمران والنساء بيقع وحده كله أما مع الناس أبدا الآيات المعدودة طب هل صلاة التهجد تحديدا دكتور لها خصوصية مختلفة يعني الناس كلهم يعرفوا أن الإمام يطيل بالتهجد ويعني يأتوا الساعة الواحدة أو الثانية ليصلوا فلن تكون صلاة التهجد سريعة خفيفة طبعا معروفة تجاه للتهجد جاي نعم فإذا أنت ما بتقدر صلي ببيتك نعم إذن لا مشكلة في الإطالة لا أبدا لكن الإطالة منطقية يعني لا تصل إلى درجة أن يشق على الناس لا لا أبدا صلاة استثنائية هي نعم للتهجد دون أن يشق على الناس نعم بارك الله فيك يا دكتور وشكرا لكلامك الطيب ومن بعد أختنا أم هاشم أمجد تفضل أمجد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله كيف حال فضيفة الدكتور الحمد لله بارك الله بك دكتورنا العزيز أنا يعني تقريبا من طبيعة عملي أنا بأقضي دائما رمضان في مكة المكرمة ولكن بكرينا بالمرض الحمد لله فالعشرة الأواخر هاي بالذات بجوز من عشرين عام أنا بأقضيها في الأورجن فهلأ أنا ممنوع من الثيام نعم إحنا شو بنقدر نعمل بالعشرة الأواخر اللي إحنا نعوض الأمور هاي والله تلاوية القرآن وفهمه إذا الله قال يتلونه وحق تلاوته حق التلاوة أن تفهمه أن تقرأه قراءة صحيحة ومجودة إن أمكانوا أن تفهمه أما أخطر شيء بالتلاوة الصحيحة أن تطبقه فكلما رأيت آية فيه أمر اعتمر آية فيه ناهي انتهي هذا الموقف العملي الرائع المتألق من القرآن أن تأتمر بأمره وأن تنتهي عما نهى عنه الله يفتح لك يا دكتور هو ممكن أخونا أمجد متألم لأنه كان في كل سنة يتح له أن يكون في مكة بيرضو أن المرض يحول والله في نصوص أنا الآن لا أتكرها تماما هذا الذي كان على عباد عالي جدا ثم فقدها لسبب صحي يحاسب على أنه قضاها كما هي كما كان يقضيها سالة من رحمة ربنا سبحانه وتعالى الله يفتح عليكم يا دكتور رزيكم الخير دكتور أحيانا هناك يعني بعض الضغوطات النفسية المشاكل الديون التي تسيطر على ذهن الإنسان فكأنه يصلي ولا يدري ما يصلي يقرأ القرآن يعني ولا يتدبر كيف يمكن الإنسان أن يخرج من هذه الحالة وفرضنا واحد ليتأمل بلغوا أنه ابنه مع التهاب السحايا وهذا مرض خطير وهتم ابنه ما له حدا غيره فاهتم فيه وبزل واخد طبيب وثاني وثالث جاي الآية دقيقة جدا قال فإذا فرغت فانصب معنى الله عذرك بانشغالك بشيء أساسي نعم فإذا فرغت من مشكلتك من معالجة هذا الابن المريض من قضاء هذا الدين لصاحبه كان شديد جدا قال فإذا فرغت يا الله عز وجل هو خلقنا أعلم بنا في ظروف صعبة جدا نجتهزها لابد من أداء الفرائض كله لكن أحيانا النوافل تخف قليلا في الظروف الصعبة وجاء الآية تقول فإذا فرغت كنت مشغولا فانصب لطاعتنا لعبادتنا كأنه شيء لطيف جدا من الله عز وجل حتى أنه لو أحد أكل بيأكل وفق السنة فكان الصحابي مع رسول الله في سفر فأكلوا كأنه أكلوا زيادة فالنبي تبسم فقط فعد تبسمه إقرارا لعمالهم سامع أخوانه أيام بيأبل زيادة أخوان بيحبهم كثيرا وفي طعام طيب أكل أكثر من حاجته الحقيقية فالنبي تبسم فعد تبسمه إقرارا لهم هل من حرج لو دعون يعني كنا في دعاء لله سبحانه وتعالى لحوائج الدنيا دكتور أنه الواحد يدعي للأشياء الدنيوي اللي بده ربنا ينجحه ربنا يرزقه ربنا يعطيه هل من حرج دكتور لا أبدا ما في مشكلة أدعو اسأل ربك حاجتك اسأل ربك حاجتك كلها أبدا حتى لو سألته شسع نعلك إذا انقطع للدنيا وللآخرة أبدا اسأل ربك كل حاجتك حتى شسع نعلك إذا انقطع السيدة عائشة حينما سألت النبي عليه الصلاة من أدرك تيلة القدر ما تدعو فكان إرشاد النبي عليه الصلاة لها اللهم أنك عفو أن تحب العفو فعفو عني ماذا ندعو دكتور إضافة لهذا الدعاء في هذه ليالي المباركة اللهم أهدنا وهدي بنا اللهم نحن بك وإليك كلها مختصرة نعم اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا واربعنا أمين الله يفتح عليكم يا دكتور وهلنا أن نختم هذا المجلس وجلسة العلم هذه بدعاء ونسأل الله أن يستجيب مننا بإذن الله رب العالمين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها نجاحنا وهيئ لنا كل خير في آخرتنا يا رب العالمين أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤثر علينا أرضنا واربعنا أعطنا سؤلنا كله يا رب العالمين نسألك مما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين بارك الله بكم وجزاكم الله عنه كل خير هل من همسة دكتور تختم فيها حلقة اليوم لمستمعين قد تكون هذه آخر حلقة في رمضان ونحن في أيامه المعدودة الأخيرة والله هذه أيام المعدودة من أفضل أيام العمور فالإنسان يقضيها في طاعة الله في معرفة الله في ذكر الله في قيام الليل هذه أيام معدودة ولها نتائج كبيرة جدا والإنسان يعني عجبت لمن أدرك رمضان فلم يغفر له إن لم يغفر له فمتى مناسبة وحيدة لقفز نوعية في رمضان فأرجو الله من إخوتي المستمعين أن ينصلفوا إلى عبادة الله عز وجل حين أنا كنت أقول دائما لألا ينقلب رمضان إلى شهر ولائم وشهر سهر وشهر شاشة لا شهر رمضان شهر عبادة فالاعتكاف ضروري والابتعاد عن الشأن العام أضر كذلك الله يفتح عليكم يا دكتور ويجركم ويبارك فيكم إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي حلقتنا من مجلس العلم والإيمان مع فضيلة العلامة الأستاذ الدكتور محمد راتب النبلسي جزاه الله عنا كل خير حديثنا كان عن العشر الأواخر في رمضان ونص الله يبارك لنا فيما تبقى من أيام ومن ليالي وأن نكون من عباده الذين يمنوا عليهم بأن يكونوا من عتقاء هذا الشهر الفضيل جزاكم الله عنا كل خير مستمعين الكرام سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله لأنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم